سوف نجمع الماتيريال الذي سوف نحتاجه رأى أي شخص يكون من أوروبا ضروري يجيب معه سلعة لكي نكون مفاهمين فالدراري أصحابي يشيروا لي يقولوا لي يسهل عليكم ينجوش كيف لا تشوفوا معه واحد شعور صراحة لحسيت بهم في ذاك اللقطة لأنني دز من هذه الجريبة لأنني مقعت بالأوراق أنا في أوروبا تقريبا مدة 6 سنين شوفوا نديروا المعصوش هذا تزد نديروا فيها نديروا فيها واحد المية تورو نشوفوا يشمل رقم رقم ثلاثة لوقيت هذه تقريبا الجوج ديالليل تقريبا الباطو كان من المفروض عندنا يكون معه ستاديا العشية يعني تحول حتى الربعة ونص ديال الصباح يعني ذا الروطار هاد المدة دي كاملة السلام عليكم كيفما تعودتم معي دائما نحاول نشارك معاكم شي حاجة اللي تقدروا تستعبدوا منها اليوم في هذا الفيديو هادا غادي نشارك معاكم يعني كيف السافرت من ميلانو حتى اللفقة ونصالح يعني واحد جريبا جميلة جدا جدا سراحة تجريبا تتصافر يعني يعني تتصافر بوحدك ما معاك حتى شي واحد مهم كيفما غادي تشوف معايا دابا أول إجراءة قدرتها هي جيت غسل الطاوموبيل كيفما غادي تشوف معايا كل شي عدم أوطوماتيك كتبشي تصرفت كيفما شتو دابا صافي لحت الفلوس في الماكينة باش تعطيني ذوك الأقراس اللي غادي نبقى نستعملهم يعني كتتاخد الفلوس كيعطيك واحد واحد الجوطونات كتبقى تستعملهم في الغسيل كيفما غادي تشوف معايا دابا غادي نغسل الطاوموبيل ديالي كتبشي كتختار يعني شنو الطالقة باش بيتي تغسلها كين يعني البريسيون اللي كتكون بجهد ديال الماكين الرغوة كين ديال الجوانط كين كل شي تم ماكينة مهم دابا كيفما غادي تشوف معايا بديت كنغسل في الطاوموبيلة لأن أهم حاجة صارحة هي النقاء لأنه كتكون غادي مسافر من كتكون الطاوموبيلة نقية كتكون غادي مرتاح يعني بخلاف أنها هتكون يعني ممسخة كيفما غادي تشوفوا معايا كتغسل بوحدك بيت تغسلها في الماكينة ممكن تديها الدخل للماكينة والماكينة يعني هي كتغسل وكنتنشة في رأسها ولكن أنا لقيت الماكينة يعني عامرة فيها بنادم بزاف فاضطريت أنني نغسلها بيدي وصراحة تلقى الموت عودتك تغسل بيذك لأنه تمتاع وتلجى وسخون فكيبقى يقعيس كذلك للماء صراحة نزوينك كيف تشوفه معايا يعني صراحة منظمين ذلك الشي عندهم صراحة بخلافة الشي عندنا هنا يعني كين اختلاف مهم دبا ديا البلاسة في انكتجي كتبلاسيها باش كتنشف تنشف طموبيل ديالك وكتشو كل شي ديرين ولك حداك يعني ما تضرب لتأمهرة لتشي حاجة كيف ما تشوك حتى مثلا هذيك باش كتع صارتها هي ديرين هالك في نفس البلاسة اللي كتغسل فيها كيف ما كتشوفه معايا صراحة تفكروا الناس لأي حاجة كيف فكروا لذلك الجزئيات الباسطة المهم دابا كيف ماشت معايا يغسلت يعني البوتشا موات ديالي غادي نبدأ ننشف طموبيل باش يعني نحيي ذاك المال كيبقى لأنه مني كينشف كيبقى يبقى 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 يخلي وحلاط راس دياله يعني الماكينة الماكينة كتع فيك ما ندلقى ديال انك تبقى تنشف يعني كتلقى كل شي كتنشفه هي بالبرد كتبقى عليك انت يعني غير تسبير يعمل داخلي أنا كتخرجها لكتجاهزة ما كتدربش معاها تامارة كتخرج نادية صراحة الماكينة يعني كتخلص تقريبا واحد تمانية اورو باش تغسلها في الماكينة يعني الماكينة كتدير كل شي كيبقى الكتال الداخلي يعني تسبيري وتمسحها من داخل راسك هذه اللي مازالة يعني ماكيناش يعني هنا برا يعني كين الماكينة والداخلي يعني كتبقى عليك تلك اللي خاصة يعني تتبيريها وتضربها بالبرد الى بغيتي كيف ما كتشوفه معايا صراحة كتتمتع وتكتغسل في الطموبيل ديال كتحس براسك يعني كتنقى صراحة ومني تبني كتركب عليها مع رشاة الشعورة دوش كتحس بي تتتمع يعني مني كتركب في الطموبيل لو هي مغسولة كتتحس بي أولاد زوينة يعني لف السوقة لف المشياء صراحة كتتحس بوح المتعة مهم دابا كيف ما كتشوفه معايا حييت الطابيات حييت يعني هذيك اللغلقات دياله ورح غدي نحييت الكوسة هناك باش نسبيريهم تاهو مايا لانا صراحة طموبيل امني كتكون نقية حتى مثلا في الديواناء او في الطريق يعني ما كيكونش لانا كتا داروري غتكون مشارجيها هذ فيها يعني كتار من لوزن ديالها وحتى اللقاء كي معايا كي ما كي خليش جيب العين انتي متكتكون طموبيلا ممسخة متكتكون جيب العين متكتكون نقية يعني كتبان طموبيلا بلا راها يعني بحالي جديدة مولاها يعني رأى مهلي فيها ما غتكونش هذ يعني واحد لحو مولا كتر من لوزن ديالها وان كيف بتشو معايا دابا غدين بدأ نسبيري فيها كل شيء يعني بدوك الجوطونات اللي صرفتي انا صرفت تقريبا محدة سبعة اورو سبعة اورو كانت كافية يعني باش ان انا غسلتها من بره وسبيريتها من الداخل وضربتها بالبرد كيف ما كتشوفوا سبيراتور اللي تبرك اللي صراحة ان كتسبيري ديال بالصح وخصك ترد البال يعني تكون مخليشي حاجة مماكينة يعني احدى الفيتاس او في دوكل بلايس ديال القهوة لانكتسبيري بالجهل يعني غديها لك ومشات يعني فيها هي غدي بديها غدي ت يعني غدي تحت الارض يعني لي سبيراتور اللي غادي فين غايمشي ذاك شيء على كل حال مهم كيف ما كتشوفه معايا لحبك ان ننظف الطاو موبيل تقريبا قربت نسالي يعني ذاك شيء خفيف دريف كيف ما كنقوله باش نمشي دابا يعني منور هاد الغسيل غادي نمشي نجمع الماتيريال اللي غادي نقدر نحتاجه كيف ما كتشوفه معايا هزي تقاع الماتيريال اللي هنقدر نحتاجه فغان بغي نصور به من بعد الميكروات ديالي كيف ما كتشوفه بشوج للطابليت اللي هنقدر نحتاجها في شيحويج الرجل يعني سكيدة اوديو مهم كل شي هاد الشي هاد اللي غادي نقدر نحتاجه كل شي غادي نجيبه معايا لانما تعرف تقدر تجيك شي فكريات بغي تقعد شي فيديو اللي ايش عاجع على الاقل يكون معاك الماتيريال ديالك اللي كتخدم بيه مهم كيف ماشتوا معايا دول ماتيريال دابا صافي ساليت كل شيء طو موبيل شارجي مهم شديتش المراحل ديال الشارج ديال الطو موبيل ولكن كنحاول يعني ندير خلاصة مهم شارجي الطو موبيل ساليته بقاتل اي القهوة تفكرتها هي اللي اخرى مشيت ججتها يعني شارجيت كل شي ديال الحال واشوكولات الى اخرى بقاتل اي القهوة هي اللي اخرى تفكرتها ججتها دابا انا غادي نشارجيها قبل مشيت حسنت من طابعة الحال باش نقدر شوية الحالة واخوح الحلاق تعدى علي يالله يغفر لي فضل النهار هذا المهم دابا كنحاول ندير القهوة في البلايس اللي بقاوه واخه صراحة ان طو موبيلة تشرجات ديال بالصح يعني كتحاول تشرجي داك الشي اللي غادي تكون جايب لي كيكون شوية حساس في الوصد ديال طو موبيل ودك الشي ديال القهوة حلوة شوكولات الى اخرى كتحاول تديره في جناب وادي باش تحاول تغطي بيها اي واحد كيكون جاي من اوروبا ضروري كيجيب مع شوية سلعة باش نكون مفاهمين لانا صراحة ان في الديوانة قدروا مثل اني حنسروك قدروا يهبطو لك فانت بحالان العام لي فات هبطو ليا صراحة ان كربسون احت كربسا ديال بالصح اهد العام دا يعني وانا كنشارجي كنقلت من اما ربي اتسير ان اما يهبطوش ليا وانا اضطريت اني ما درتش لبرد باقاج يعني ما درتش لبرد باقاج غير على الحساب باش ما يهبطوش ليا بحال عامل فادرالي اصحابي دابت يشيروا لي كيقولوا لي يا مسلامة كنقليم لايسهل عليكم كيني نجوشت بماكينة ما زال ما عنده مش لوراق كيف ما كتشوفوا معايا ما كيشيروا واحد الشعور صراحة اللي حسيت بيهم في ذاك اللقطة لانا انا دز من هاتجريبا دي بقيت بلاوراق انا في اوروبا تقريبا مدة ديال 6 سنين قريبة 6 سنين مهم دا باش ديت طريق غالي يعني باش نشد الاتجاه ديال جينوفا باش نشد الباطو كيف ما كتشوفوا معايا السافر صراحة اللي حتى يكون متع مهم دا بوقفت في بنزينا ايو باش نديرو المعزود ونشوفو نديرو المعزود شهادة تهز نشد الباطو ايو بابي الهاوية ونديرو فيها نديرو فيها واحد لم ياتورو نشوفو inserire un'altra banconota o selezionare l'erogatore باشي من رقم 3 باشي من رقم 3 كيف نشون ديرو المعزود ديالن المعزود يدير أورو 71 المعزود يدير أورو 30 اطر نرى أين يحبس المعزود يدير أورو 50 اطر المعزود يدير أورو 50 اطر محظiffer المعزود يدير أورو 55 اطر المعزود يدير أورو 6 كأة رب harvest وكم هؤلاء مف Center يالله 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 8.5.34 اللي هزت لما زود وصل للحاشية عمرات تل هنا كان فيها واحد شوية قليل وين طوطال ديالة تقريباً كتهز شي كدو 60 يترو اللي كتهز آخر مرة درت فيها بلان هزت 63 يترو حسنا البوست نتوكله على الله بسم الله بس اللي اللي كندير بي الخدمة ما نفرت شفيتها هو غادي بيه معايق هو المونيتور دياله هذا ما نتوكله على الله بسم الله مهم بلان ديالنا اعطاني نشوفوا شحال تسعمية وثمانين كيلومتر يعني تسعمية وثمانين كيلومتر يعني تقريباً من هنا من ميلانو تلف قائب مصالحين ان شاء الله يعني يعني غايد كل باطو من طبيعة الحال يعني مشي طريق يستحيل مهم نتوكل والله بسم الله مهم ده باش دي supper هنا في طريق ديال بيناسكو باش تشطريق دوا الجين advanced الطريقة دى السميتها بيناسكو معروفة عندنا يعني400 Waar تتكون في ميلانو كتبغي اتجاه ديالجين او ora وأنتم في اللاردة بموين في مثل بلاسة اللي ساكون فيها bises كدير هالطريق هذي كيف ما كنتشوفوا دى ووصلت اللوتوروات يعني غادينت تيري الورقة يعني تيري الورقة باش اmercial suggestion كدة تعود وخت Relationsresser ينشد الطريق صراحة الصفار بالليل يكون زوين وزوين بزاف علاش لأنك تكون غير بوحدك ما كتبقى مبرزة مع تشي واحد وكيكون الجو بارد كتكون غادي مرتاح المهمة دوما طريق ديال ميلانو طريق ديال الجينوفا ليمن ميلانو لا يصر الجينوفا بالليل ولا فاش كتكون مسافر بوحدك كتكون مرتاح لأنك كتكون ما دير البال مع تشي واحد ما كتبقاش غادي وكتشوف المرايا ووش عندك تبعد بزاف علالي جاي وراك صراحة كتكون زوينة تصافر بوحدك صراحة أنا كنا نفضل وكنا نصح بها أنك تصافر بوحدك ما ترافق مع تشي واحد في حالة مثلا إلا بغيتي الترافق يكون شي واحد غادي معاك يعني غادي يراكب معاك أما تكون وجوش طموبيلات ولا تلاتق أنا بعدها ما كتعجبني شعلاش لأنك غادي ذير البال ما كتكونش مرتاح ما كتتمتعش بديك الترايق وهادي كي اللي غايقول لك يعني قدر الله مثلا وقع شي اومبان ولا شي حاجة كي يكون مثلا معاك لناسة كيفما كنقوله أنا كنفضل أنا كنفضل أنا كنفضل إنا نصح بها أني قدر شبه نقعد قطحت اومبان ولا شي حاجة يعني قد نواجه ما أحوى إن قدر من هنا قدثنا تشوفو محايا كين في empleز اين بله في الطريق الجينوفا تقرب الجينوفا لأن الجينوفا جاءت نسبياً جبالية في الطريق الجبل كثيراً مع ذلك صراحةً ولو أن الفيراجات تقريباً جاري نسبياً يعني 81 أقل حاجة لماذا؟ لأن الطمويلة صراحةً تكون تابتة صراحة و تعجبك في السوق كيف سوف ترى معي؟ تقريباً سوف تكون الحضاشة سوف نشد فيها سوف نشد فيها الصراحة كيف سوف ترى سوف تتعتبر حضاشة تقريباً حضاشة سوف تقريباً 85 صراحةً و سوف تطريق صراحةً يعني لو كان معك شي واحد سوف ترى هذا المتعادي سوف تدير في الفيراجات سوف يفرض عليك أن تتم سوف تقريباً فيستحسن أنك تمشي وحدك لأنه صراحةً وحدك تجريباً تتعلم أنك تعتمد على رأسك ما تبقاش دير البال ما تبقاش معاول تقول قدر الله حتى أنا أم باركي اللي غي يعوني سوف تكون معتامد على رأسك سراحةً أنا هدي كنفضلها ما عرفت كي اللي مغادي شي تافق لكن أنا كنشوفها بهذا المنظور هذا كيف ما كتشوفه معي؟ طريق صراحةً كيف موضوع كيف موضوع موضوع بانها يجب أن يشعر ما تصبح ما تبقاش في فرميلا كيف تبقاش كيف موضوع كيف يجب أن تتحدي كيف تفيد كيف يجب أن تخلص لأنفاق لطوروت موضوع المهم مدلقة هذه يعني ده بخرجونا من الوطوروت يعني كين الإصلاح خرجنا من الوطوروت ودخلونا من المدينة نيشان يعني كتخلص وكتدخل لأن الوطوروت كتديك تقريباً تكتقربك عدل بور ديال الجينو بعد تتخرجك أما ده بما كين الإصلاح يعني تسدوا الوطوروت كي خرجوك دوزمن وسط المدينة كيف ما كتشوفوا معي مدينة يعني زوينة فيها كيف مشتوا يعني أنا غلط فدلقت هذه في الخرجة باش نخرج لعدل باطو فاضطريت أنني يعني نجيب واحد دوميت وروح الستاكولوميت تقريباً بين مشيين ورجوع باش نرجع لباطو فكانت يعني مناسبة أنني ندير دورة في الجينوفا فالأجواء الليلية كيف ما كتشوفوا صراحة تعجباتني بزاف أول مرة غندير فيها يعني واحد دورة بالليل فعني ذاك الغلط اللي درت يعني صدقها مزيان لأنها يعني تاح لي الفرصة أنني ندير دورة في الجينوفا كيف ما كتشوفوا معي لأنها زوينة دا بعد وصلت للبور ديال الجينوفا دخلت دا يعني كتدخول دوك الإجراءات العادية دول باطو اللي غادي نمشي فيه كي تشوفوا جران دينافي المهم كتدخول يعني كيعطيوك واحد لوريقات كيشد مع ذاك باسبور البيي كيشوف صافي كيعطيك كيرضلك وريقات دا لك كيعطيك هذالوريقات كيعطيك من بينهم هذالورقة هذي هذالورقة اللي كتعمرها كتدير في يعني ذاك المعلومات را كل شي مكتوبة لتعمرها لتبقى عندهم لتبقى الباسبور يأخذوها من عندك هي ديك الوريقة و يطبعوك الباسبور كيف تشوفوا دابة من هذا ما يعني هنا يكون شيء مستف كي يتسنى يعني الديبار ديال الباطو هاد الوقعيت هذي تقريبا شيء الجوج ديال الليل تقريبا الباطو كان من المفروض عندنا يكون معه 6 ديال العشية يعني تحول حتى الربعة ونص ديال الصباح يعني ذا الروطار هاد المدة دي كاملة وبغيت نوضح هاد النقطة هادى يعني بما انهم يعني تحول الربعة ونص ديال الصباح يعني ولا الغد ولا يعني ولا نهر الحد يعني كان عندنا احنا سبت مع 6 ديال العشية يعني الحد مع الربعة ونص ديال الصباح فاشوصلت حنا يل عندهم وعطيتهم في الدخل البيض وقالوا يهد البيضة يعني ماشي فاليد ويعني ما مقبولش فاضطريت انني طلعت عندهم المكتب الفوق ويعني شرحت ليهم قلت ليهم هاكين هاكين سافيكي يعقبو يعطيوك بيه اخر جديد بيه جديد فيه اللاداتة ديال نهر الحد نهر الحد لان اللاداتة اللي كانت عندنا فيها السبت فالمهم ده بتسنينا يعني الاجراءات ديال لا يعني تسنينا النوبة حاول دائما انك تطلع ملخرين ما طلعش ملولين علاش لانه لا طلعتين ملولين غا يدفنوك التحت ربما فامتي وفي الهبوط غادي تلقى قدامك يعني وح المسافة حاول تطلع ملخرين بقام عطلت تطلع ملخرين باش تنزل ملولين هانت لانه صارحة غا تضيق بيك الداخل داك الباركين وح وح العشوائية ما كين لا نظام لاتشي حاجة صارحة هادي وح النقطة سيل بيه في جراندي نافي كيف ما كتشوفو شو تبارك الله الباطل هدي يعني غير بلاسة وحدة هدي بلاسة وحدة كينال ا وكينال بي وكينال وكينال تشي وكينال دي يعني هادو قاع حروف ديال الباركين يعني صارحة كبير الباطل بزيف هاد البلاسة اللي هبطنا ليا احنا يا كتسمى ببي فما بالوكب ا ا ا يعني تحت منا احنا يا احنا يا احنا يا دابل بي وعادة كينالين تحت منا وحدين اخرين صارحة باركين فيه عذاب ووح الباركين وح الطريقة ديال البلاسة كيف ما كتشوفو صارحة طلعو ليا الدم فاللقطة هادي كي غا ندير ذا بكتلين بلاسة يتونه كايا مزدين ما كينش تكيفاش تحل باش تنزل ضروري غتخبط هادك لانا ما عندكش كدير تنزل لانا مضيقين ومركبين طموبيل على طموبيل ربما مثلا الباطو كي هز مثلا هدا كميتال كي هز مثلا وحدة 800 طموبيل لو ما مش ترجوش فيه 800 اش ترجوه فيه ربما آلف ولا آلف وما يزيد عليها صارحة شوفنا ادم كي تيدوز تدوز يعني جنب ومزير ما عندكش تكيفاش تحرك صارحة هادي وح النقطة سيلبية في السيربيس ديالة جراندي نافي فالباركين صارحة مكينش نيضام صارحة مفروض خاص يكون مخليل لك الاسباس على الاقل فين يتحلوا واحد شوية وتنزل مرتاح والله لكن الناس شو المسافة اللي مخليل لك يعني ما كينش تكيفاش تدخل لك انا بلاد متبارك الله امتين مغا يلقاش كيفاش يدخل شو هادا كوالباركين اللي قلت لك مراه كين تحت مننا فعلى كل حال مهم ده بغاد ندوز يعني باش نطلع صارحة أنا الم圈ب محل لانه اغلبية المسيرين تم أكيد على التحت تructureذي الباركين اجانب فيم فيليببين ولن يمكن يقول ولي اغلبية ديالهم تقريبا بل ببين فيم تقريبا واحد طالياني ولا بأستطاع يعني نغادي طالع غايقو لي يلا ارجاع هبط دوز من الدروج ملتحت غايقو لي واحد خورا لا طلع ملتحت غايقو لي بغان طلع ملتحت غايقو لي جلي عودا عمالتحت وانا نقول لي طلعوا لي الدم بديجت انتغاوش معا قلت لي مش كتفلة وواحد كي يقول لك طلع من لتحت وواحد كي يقول لك طلع من لفوق كيف ماشه؟ انا ده برجعت اما قادي عاود تاني ويوقفني واحد اخر موهي موحد سيرفيس قلت ليكم اكيد الا سيرفيس لاتشي حاجة وصراحة هو كيفما كنقولو رو لايحصل العوان يعني الضغط عليهم تاهم مايا وبنادا ما ناعش واده انا نعدره وانفشي حويج فانسي اه ولكن خدس يلقاه وحل هادشي هذا كيفما كنقولو ده بانا غادي طالع وغادي نصور وما غادي نعقلش عليهم غا يقول لي يفح لقطة لا لاش كتتسور سير لاش كتتسور ولكن ما تسوقت لي انا تنصور مالك عندك شي حاجة اه وما فشوف هاد اللقطة هادي اه وتيقول يا سير وان صار احد ادوث الاجراءات ديالي ده بغادي مش نطلع وصراحة مكينش النيدامت احنا يا ما منضمين شوان كونوا واقعي احنا ما منضمين شغلت القزحة وبنادم مش يمستف حدا شي وصراحة وكل شي كيتسابق وبحلا ما انتو شوش حال ديالبنادم مستفو هادي بنادم صراحة انتي يعقز نعذره مثلا اللي عدوا وليدات ولا اللي عدوا حويج كتار يعني يطلع في السنسور اما اللي ما عندوش يطلع في الدروش علاش يبقى بنادم زاحم بنادم فالموهم كيف ماشتو يعني ده بدوث الاجراءات ديالي عادية غا نوقف على هاد النقطة هادي باش نشرحها بغيت نوضح هاد النقطة هادي يعني باش مطيحوش في الخاطاء اللي طحت فيه انا وطاحوه فيه يعني شحال منه واحد من غيري انا كيف قلت لكم يعني بدلولينا البيي اعطاونا بيي اخر ديالي نهار الحد البيي الجديد اللي اعطاونا يعني فيه غير بولترونة يعني بولترونة هي يعني ما عندكش البيت وانا البيي مقطع فيه البيت يعني مخلص البيت باش يكون عندي بيت مع الناس يعني معاك سداري مع الناس فكيف مشتو تغاودت معاهم قلت لهم كيف اش هاد البيي اعطي اني ما فيه البيت لاتشي حاجة فموهم تغاودت معاهم تماكينا وجبتليم البيي القديم اللي حسن الحد انني يعني مقيت محافظة عن البيي القديم قلت لهم ها هو رفيه البيت قل لك دابا اوكي رمشي تلول غادي تسنى صبروا معانا واحد سوعة وغادي يلقاو لكم الحل المهم جيد دابا ريحت كنحاول نبرد كننا اكل فشوية ديال الشوكولات باش نحاول نتكالمه صافي ومريح كنت سنى حتي عاي طولينا لانا صراحة الخطأ ديال مهمة ماشي ديال نحن فالمهم عقبو اعطاونا البيت كيف ما غادي تشوفوا معايا دابا اعطاونا البيت هي دي الرقم ديال 7441 صافي يعني نسبيا كترتاح لانا بلا بيت غادي تتكرفس صراحة باش غادي ببولترونا وغا تتكرفس الاقل في البيت كيف ما كتشوفو كتتاخد راحت كنسبيان كتنعاس كتدواش مرتاح كتحط حويجاك صراحة ولو انا فيه يعني ربعة ديال يعني ديال البليس تقدروا مثلا تكونوا ربعة في البيت تقدروا تكونوا ثلاثة تقدروا تكونوا جوج الى مثلا عندك زهر تقدر البيت يعني ما يجي وشدوك ثلاثة مثلا وتمشي غير بوحدك ولكن في الوقات اللي غادي فيها انا فده احتمال مستبعد لانا غادي بنادم بزاف يعني هذا ما البيوتة يعني بيت صراحة صغير ولكن شن نظام اللي ديرين فيه ففيه كل شي فيه ربعة ديال السدادار فيه الدوش كيف ما غادي تشوفو معايا لأشاص ديال التدواش فيه كل شي صراحة يعني مسألة يعني ماشي مسألة ديال الحجم إنما مسألة ديال يعني نظام كيفاش قدروا يعني استغلوا اكبر قدر ممكن ما اللي يسباس كيف ما كتشوفو يعني هذا اول بيتي يعني فيها بلايس ديال الناس فيه الدوش وديري لك حتى بلاسة بلاكار اللي تقدر تدير فيه حويجك هذا هو السلوم اللي كتستعملوا باش تطلع البلاسة الفوقانية كيف ما كتشوفو الماتيريال ديالي كيف ما كتشوفو صراحة نديري لك كل شي كاللناس كيف يفكروا الجزئية الباسيطة فالمهم دابا غادي ننعس حتى الصباح باش النوض نمشي نفطر هذا هو الفطور كيف ما كتشوفو معايا يعني ديك الليبتيبا وكياس ديال القهوة بربعة أورو وخمسين يعني كندويو على وحدة خمسين درم مغربية بحالها كاية فتكلوفة اللي نسبيا غالية مهمة ديالأجواء من الفوق ديال الباطل كيف ما كتشوفو هي زوينة نسبيا فالمهم كتبقى يعني يومين 48 ساعة عندك ديال ديال الطريق فكتمل كيف ما كنقولو كتحاول يعني مرة مرة تهرس ذاك الروتين وعالأقل يعني ديك 48 ساعة كترتاح فيها لأنك تكون من قبل يعني كنتي كتوجه تشارجي تطوى موبيل كيطير عليك النعاس مني كتكون باغي تصافر فكتكون ديك 48 ساعة يعني فرصة أنك ترتاح ويعني تستاكي من ذاك التعاب اللي اللي دزتي منه مهم دا باجي تشاد النوبة باش انها منتغدة كيف ما غادي تشوفو معايا يعني كين بنادم بزاف ولو أن السيرفيس ديال الغداء صراحة هادشي كيقولوه الناس اللي كانوا كيشي وقضيهم قال لك ولاد الشيادة عندو معيين بزاف فكيف ما كتشوفو معايا هاد جوجت بيثلات هادو مخلص ليهم انا يعني بحلى كندوي على 18 أورو و30 يعني كندوي على وحدة كوازي وحدة 4000 ولكن لي حسن الحد عطاني الدر اللي تلاقي سبعها في البيئة البيئة ديالو في خمسين في المية فخلص غير نص ديال المبلغ كيف ما كتشوفو دا با وصلنا لبرشالونة وقفنا يعني مش وقفنا وقف البعطو باش ينزل الناس اللي غاي ينزلو في برشالونة وغادي يركب الناس اللي اللي باغين يعني يركبوه كيف ما كتشوف يعني واحد المنظر جميل تبناك هنا في برسالونة كيف ما كتشوف شو داك البعطو تبارك الله كتشوف كتقول سبحان الله هادي يا برسال هنا من الفوق نسبيا زوينة ايايا كيف ما كتشوفو وكانت فرصة اننا اننا نطلع يعني نضيع شوية ديال الوقت لانه كيوقف واحد المدة طويلة تقريبا نوش غادي نقول لكم تقريبا في حدود واحدة تقدر تكون واحدة ربعة ستت ساعات اللي اللي يوقف فاد الحدود هادي قدر يكون ربعة تسويع يعني مش تديش الوقت بالضبط ولكن فاد الحدود هادي ما بيها الربعة حتى الستتسويع اللي يبقى واقف الباطو لانه كي نزل بنادم وكي طلع بنادم وكي يعودتان يعني يعني الى خصو مثلا الماء ولاشي حاجة كي يعودي أب ذوك المخازين ديال الماء موهم دا يعني الباطو غادي غادي نزلون غادي نزلون تفرجوا في الماتش ديال الكرواتيا وايسبانيا صراحة فاضلقت هادي كنت كنشجع كرواتيا كنقول يارب بيديه كرواتيا لاني عزيز عليا لوكا مودريتش ولكن لي 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 سوء الحد يعني اسبانيا اللي اداتو ولو انها كرواتيا صراحة عجباتني دارت بوماتش كيف ما كنقوله ولكن ما كانش يعني عندها الحد كيف ما كنقوله كارباخال هو اللي يختمها في آخر ضربة صراحة كانت يعني البلاس البار اللي مريحين كنت فرجوا فيه عامر لانكي المالية لانكي الميت دار كل شي تفرجوا هاد الماتش هادا موين دابل بعضو دار الديبار غادي لا مازال فادلقت هادي مازال ما دار الديبارت مطلعت غير كنشوف الاجواء الفوق كيف ديرها بالليل كيف ما كنتشوفو يعني اجواء مندراض ويوات في ذاك الشي صراحة تنزوين الاجواء بالليل ولو انك يعني كتمل كتجيك ديك 48 ساعة كتجيك طويلة كتولي باغي غير خلاص توصل باغي غير فانتضيع الواقص وحتى الانترنت ما كيكونش الانترنت كيكون غير فحد اللقطات دي فش وقفنا ببارسالونة ولا شي لقطات اللي كيكون ديز من حدا جبل قريب كيكون نجريزو مهم دا باغي غادي الباطو تحرك يعني خارج من الميناء دي البارسالونة كيف ما كتشوفو حاولت نزرب شوية الفيديو هذا اللقطة اللي خارج فالي انك يكون خارج يعني بشوية كيف ما كتشوفو يعني اجواء جميلة في الصراحة شوفا دي الباطو هذا تبارك الله شحال كبير شو تبارك الله شحال كتقول سبحان الله العلم في نوصل فكيف ماشتوا معايا هدي الاجواء كيفاش كتمر دا بغادي نمشي نصور يعني السرعة اللي كيكون غادي بها غادي بها الباطو كيف ما كتشوفو غادي تقريبا بواحدة واحد وعشرين عقدة هذه النسبة ديال القياس وتسعود وثلاثين كيلومتر في الساعة الوحدة ديال القياس اللي كان قيسو بها المسافات يعني الارضية هذه غادي واحد الجولة في الباطو نخليكم معد الجولة في الباطو يعني الحجم دياله وشحال فيه ديال الغورف هدي غير طبقة وحدة بازالين ثلاثة الطبقات خلال الباطو فيه ثمانية ديال الطبقات ثمانية ديال الطبقات فيهم ثلاثة سكنة يعني فيهم بيوتة ووحدة فيها السيرفيس وسيرفيس ووحدة فيها يعني الريستورات والبار وحل بيران وربعة اخرين فيها ثلاثة اخرين يعني غير غير الباركين يعني ثلاثة الطبقات كينين ديال باركين ديال الحديد والطبقة الرابعة فوق منها هي السيرفيس والطبقة الخامسة هي اللي فيها الريستورات والبار والطبقات الاخرين فيهم يعني السكنة كيف ما كنقوله نخليكم معد الجولة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المهم اللي زوين في الباط صراحة هي واحد نقطة ايجابية اننا مديرين فيها مسجد مسجد كي يصليوا في الناس جامعة ولو انه نسبيا صغير ولكن راه يعني قادي الغرض كيف ما كنقوله كانت فرصة انني يعني نقرى شوية ديال القرآن بما انه يعني المدة طويلة وتغادي فقريت تقريبا واحد نص وصلت النص في المصحف ديال القراية فهذه المدة ديال 48 ساعة مهم ده بقد نمشي نتغدى كيف ما غادي تشوفه معايا دوال بلا جوج ديال طبي سلات كيف ما كنشوفوا ديال قرعة ديال اتي ب 10 اورو و 10 كنت غنخلصها ب 20 اورو و 20 فبما ان الدرري صاحبي اللي تلاقي ماشي صاحبي غير تلاقيت بيه في البيت وقالي ايهاك البيت ذيالي رفيه 50% فوليت كنخلص النص ديال الثامن مهم ده باوصلنا يعني كي بده ويعطيو لك الاجراءات ديال الخروج قبل بواحد ثلاثة او ربعات تسويع ما يوصل البات وصراحتين بنادم كيبقى منشور مسخسخ كيف ما كتشوفو كتبقى مريح كتسنا دارونا الديكلاراسيون تقريبا معاشي العشرة ديال الليل من العشرة ما نزلنا تقريبا تل وحدة وزيادة ديال الليل يعني تقريبا ما يزيد على واحد ثلاثة تسويع وبنادم منشور كيلي عنده وليدات صغار وزحام كيف ما كتشوفو صراحة ما سيرفيس ما والو كيخرجوك يعني كيحسبو عليك تذيك ثلاثة تسويع ديال اللي خاص يوجدو فيها الباطل الناس اللي غايطلعو يحسبو عليك الليش متخلي وش حتاين يوقف الباطل على كل حال هذا كلام اخر شوف يعني الاجواء كديرا هنا يا فا يعني فالنزول كديرا وحل العشوائية وحل العشوائية ما نقولش لكم غنخليكم مع الصوت ديال الباركين باش تسمعو يعني دك الهاراج ودك الداجيج اللي اللي كين فاللقطة هذي ديال مني بنادم كي بدي ينزل فكاتش الداجيج صراحة لا يوصف موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر 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 نفس الاجتماد ترجمة نقر قد يشج enam بالصح صراحة اللي غايكون دير مثلا دير البرت باقاج وما مغطيش مزيان كغا تسدليه مثلا السلعة اللي غايكون جيب كيف ما كتشوفو يعني الباركين عامر ببنادم بنادم بزاف لان بنادم ما كيزعمش يشت طريق في ذاك الليل لانه صعيب تشت طريق في الليل بالاخص في المغرب ما زال في اوروبا ما شي مشكل موهم دابا كيف ماشتو يعني جيتنا كل شو دابا هاد الخويزة هذي في اوالو كيف ما كنقولو او ربعين درهم الليلة صراحة قايت غير كنشوف كنقول اشي دا ما كينش في اوروبا الليلة ربعين درهم هذيك يا الله اشنو فيها الله اعلم في اوالو موهم دابا يعني وصلات تقريبا شي ربعة واحد وثلاثين ربعة ونصة ديال الصباح صافي شديت الطريق بوحدي يعني ما كين معي حتى شي واحد لانه صراحة كنفضل انه انشط طريق بوحدي ما نترافق مع حتى شي واحد تماكنه في الباركين بنادم كيكون مجموعه كيقول يعني كيشوف واحد كيقول لان غادي التقشر مثلا كيكون مثلا غادي يفقاء czego يفق jakbyغن صالح يكون سووا غادي PatON صاح ويقول لانه صاثي أحيانا لأن ترافقها لتشخص خط قاعد ازت يعني ضوبلت ومزت تكمل الطريق ديالي لان نتبقى بحدك كتبقى مرتاح غادي كتمن دار مع مبرزة اكتشي حاجة فصراحة هدو مال الاجواء اللي هدية المراحل الكاملة اللي غادي تمر بنها بالنسبة لمسلا شي واحد اللي اول مرة غادي كيف يفكر يجي فربما في هذا الفيديو دي غايلقى مثلا شي معلومات اللي غاي يستفد منهم اللي غايكون ربما ما عارفهمش تبقى وصلت قربت للدار بيدا كيف ما غادي تشوفو ودي القانترا اللي غادي ندوز منا كي ديكلاري والقبل صراحة ما هبطش الكونتور على على المية وعشرين والادي الا في البلايس اللي كيكون يعني فيها اقل من المية وعشرين صراحة يعني القانترا دي اول مرة غادي ندوز منا فاش يعني الهمداسة كيفاش بانينها صراحة زوينا ولو اننا يعني في اوروبا يعني تعودنا اننا نشوفو يعني معنى عادية ربما اللي حسن من هذي ولكن هذه القانترا صراحة كدت عبر قانترا اللي مخدومة صراحة اجواء فيها جميلة كيف ما قد شوفو يعني ذيك الهنداسة البنائية ويمكن ينشي حويج في المغرب اللي تحسنو كين ينشي حويج لباقي سيئين كيف ما كنقولو دابا دخلت للفقية بن صالح وهذه الطريق صافي كتوصل اوصلت لفقية بن صالح وكيتحس بالصهد الكليمة يعني جيطة فيها الطريق كاملة تبقات لي معتش مية وعشرين كيلومتر ونوصل عدا خدمت الكليمة لان صارحة فقية بن صالح سخونة بزاف كيف ما كتشوفو معا يعني هذه الأجواء كتلقاش يعني كتلقى لعشوائية كيلان ايضام لاتشي حاجة قد يقول صافي وصلت للمغرب دابا وصلت للدوار عدنك كيف ما كنقولو دابا يعني غاد ينوصل للزنقفين كنسكن غاد يندير الدورة صافي غاد ينقطع الفيديو لحس الحظ لقيت الوالدة خارجة كان واحد شعور جميل ودي الناتجة يعني دي الخلاصة دي السافار وكيف دائما كنشكركم على المشاهدة وإلى فيديو قادم إن شاء الله موسيقى